دق ناقوس الخطر، انفجار اجتماعي قريب، الوضع الأمني مهدد أصبحت العبارات الأشهر التي تتصدر العنوين الإخبارية والتي دفعت الناس للتساؤل هل فعلاً نحن أمام خطر الانزلاق إلى حروب داخلية بخلفية معيشية؟ لنستذكر معاً ثورة 27 الأول عام 2019 انطلقت حينها بسلسلة من الاحتجاجات المدنية واندلعت في البداية بسبب الضرائب على تطبيق الواتساب أما اليوم فبات اللبنانيون أمام انهيار أكبر شمل جميع القطاعات وانهارت الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق مقابل الدولار والثورة عادة تشكل فرصة للخروج من الأزمات والثورات لا تحصل إلى بفعل تكاون ظروف سياسية واقتصادية حتى فهل ستقوم ثورة على غرار 17-20 أم فوضى على غرار ما يحصل مؤخراً؟ وما هو احتمال انقلاب عسكري بعد انطفح كيل المؤسسات الأمنية من الوضع القائم؟ لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة تابعوا معنا هذا التقرير تدمين على فوضى؟ نعم، أي متى؟ ما حدا بيعرف مع تسارع الانيار المالي والاقتصادي حتماً الفوضى حاصلي لأن الوضع في لبنان لا يحتمل مثل كرة التلج هذه بتكبر، بتبلش بغضب الناس، نزولهم على الشارع، غير من الزمين بيكبر شوي شوي بعدنا عم بيقولوا من انتخب رئيس جمهورية أولاً رئيس جمهورية ضرورة انتخب بس مش هو الحل، الحل ما بعد الرئيس شو دي يصير إذا كان الرئيس فعلاً قادر ونزيه ومصمم وناوي يخلص البلد ممكن، بس أنت بعد سبع تموز عم نحكي اليوم بسمعت ما بيصير حكي، لبنان بيكون راحة بيكون لبنان تمزأ كل حي في لبنان أنا برأيي بدي أصير دولة كلنا يتذكر أن ثورة 17-20 قبل أن تنطفئ في الشارع تحولت إلى ما يشبه المهرجانات الغنائية والتمثيلية حتى فقدت بريقها المطلبي وهل يحصل اليوم سيناريو نفسه إذا اندلع ثورة جديدة؟ إذا صارت ثورة بلبنان كما حصل في 17-20 ستكون أسوأ أولاً 17-20 كانت غير نجحة، فشلت كما العلم لأنه اتخذت أدة اتشجاهات سياسية والناس الأبرياء المخلصين نزلوا وصرخوا بشكل سلمي راح تصرختهم بالهواء هل تكون مش رأس، بكي، ودموع، وعنف مين بدي يرد مين عن مين؟ هل يترى الجيش وقت يشوف هايك فوضى شو بدي يعمل؟ كيف بدي يفرز الناس من بعضها؟ وهل مفروض الجيش يحمي الحرامة؟ ويقوس على مين الجيش؟ من الجيش من الناس؟ وهل نحن مقبلون على انقلاب عسكري؟ انقلاب عسكري؟ انقلاب عسكري صعب انتقال السلطة إلى الجيش ممكن لبنان بدأ بالتفكك وصلنا إلى درجة الخطر الشديد ما في عنا إلا الجيش هذه المؤسسة الوحيدة لبعده الشعب والناس عم بيرهنوا عليها بس وين الجيش؟ لا يمكن في النهاية مع ما نشهده من تدهور سريع في الواقع الاقتصادي والمعيشي إلا بانتلاع ثورة لكن ساعة الصفر لا يمكن التنبؤ بها وفي الختام ما رأي المشاهدون؟ هل تعتقدون أننا مقبلون على ثورة جديدة؟ شاركونا تعليقاتكم